اشتركوا في القناة للصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني في صندوق الوصف تجدونها الوابط مهمة لخمسة ابتدائي منها رابط دروس اللغة العربية ورابط دروس التربية الدينية الاسلامية ورابط قناة المعالي على التليجرام وايضا جروب خمسة عربي ودين على التليجرام لارسال واجباتكم وتلقي استفساراتكم وتعليقاتكم لكن فضلا لا امرا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد لدينا على القناة واضغطوا اعجابا وتعليقا دعما لنا لنستمر في نشر المزيد من الفوائد يلا بنا حبيبي نشوف معنا درس ايه ما زلنا في السير والشخصيات وده الدرس الثالث بعنوان الغني الشاكر عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه الدرس الاول والدرس الثاني استكملنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة في الدرس الثالث من السير والشخصيات معانا نتناول شخصية مهمة جدا من الشخصيات الاولى في الاسلام وهو عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه من هو عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه هو الصحابي الجليل عبد الرحمن ابن عوف ابن عبد عوف ابن عبد الحارث رضي الله عنهم وكان اسمه قبل الاسلام عبد عمر لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اسماه عبد الرحمن بعد اسلامه يبقى حبيبي لو قلنا سؤال بما كان يسمى عبد الرحمن ابن عوف قبل الإسلام قبل الإسلام كان يسمى بإيه كان يسمى عبد عمر من أسماه عبد الرحمن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا ليه لانتهاء العبودية فالإنسان ليس عبدا لعمر ولا زيد ولا أحد إلا أنه عبد لله عز وجل وطبعا التسمية دي كانت بعد إسلامه بعد إسلامه كيف أسلم كان عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه من السابقين الأولين يبقى أنا كده عايز إيه هقولك فضائل فضائل عبد الرحمن ابن عوف فضائل عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه إيه هي الفضائل يعني الحاجات الجميلة اللي في حياة سيدنا عبد الرحمن ابن عوف لم أقولك فضائل فلان يبقى الأشياء والحاجات الجميلة في حياته أول حاجة أنه إيه من السابقين الأولين يعني الذين سارعوا إلى الإسلام فكان رقم تمانية ثامن مسلم يدخل في الإسلام وقد أسلم على يد أبي بكر الصديق وكان عمره ثلاثين عاما ثم هاجر من مكة إلى المدينة بعد اشتداد الإيزاء من قريش الفقرة دي فعله معلومات كتير أوي عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه رقم واحد من السابقين الأولين الذين ساروا في الإسلام كان رقم كم؟ كان رقم تمانية أسلم على يد مين؟ أسلم على يد أبي بكر الصديق كان عمره كم وقتها حين أسلم؟ كان عمره ثلاثين عاما يعني ثلاثين سنة ثلاثين سنة ومن فضائله أيضا أنه هاجر من مكة إلى المدينة أول حاجة من فضائله من السابقين إلى الأولين من السابقين إلى الأولين إثنين هاجر من مكة إلى المدينة يلا بنا نستكمل يا حبيبي قصته عند وصوله إلى المدينة أول أول ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه آخ بين المهاجرين والأنصار فقد وصل المهاجرون إلى المدينة ليبدأوا حياتهم من جديد دون بيت أو أموال لأنها أخذت منهم غصبا وهم يهاجرون من مكة فآخى بين عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين وسعد بن الربيع من الأنصار رضي الله عنهما يعني إيه آخى آخى يعني جعل واحد من المهاجرين يتآخى ويكون أخا لواحد من إيه من الأنصار كأنه أخوه في النسب بالضبط كأنه أخوه في النسب فكان الأنصار طبعا الأنصار هم أهل المدينة يعني البلد بلدهم أما المهاجرين الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فهم الضيوف ولكن طبعا الأنصار كانوا عندهم خلق الإيثار خلق إيه يلا نفتكر الكلمة دي مع بعض الإيثار يعني كلمة صفة أعلى من الكرم كمان صفة أعلى من الكرم فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين واحد من المهاجرين مع واحد من الأنصار ليبدأوا حياتهم من جديد طبعا لأنهم تركوا بيوتهم وأموالهم وأخذت منهم غصبا أثناء الهجرة من مكة إلى المدينة فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين مين عبد الرحمن بن عوف وده كان من المهاجرين مع سعد بن الربيع من الأنصار يبقى بمن آخى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف آخاه بإيه بسعد بن الربيع من الأنصار تعالوا نشوف إيه اللي يحدث من سعد بن الربيع وماذا كان رد عبد الرحمن بن عوف وكان سعد رجلا كريما فقال إني أكثر الأنصاري مالا فأقسم لك نصف مالي وأعطيك نصف داري فقال عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في مالك ودارك وطلب منه أن يدله على السوق فدله سعد بن الربيع عليه رواه البخاري يعني هذه الواقعة رواها البخاري في كتابه الصحيح طيب مثلا ممكن أقول لك إيه ماذا فعل سعد مع عبد الرحمن بن عوف تمام وماذا وماذا كان رد عبد الرحمن عليه عمل إيه سعد بن الربيع وما يدل على كرمه قال له إيه قال له أقسم لك نصف مالي وأعطيك نصف داري يعني هيقسم معاه نصف المال بتاعه كله شفت الكرم قد إيه من الأنصار وكمان مش بس كده ونصف داري الدار بتاعته يأخذ نصفها لعبد الرحمن بن عوف ونصفها يبقى لسعد بن الربيع كرم ما بعده كرم مش تمام لكن عبد الرحمن بن عوف عمل إيه لم يوافق ودعا له بالبركة قال له بارك الله لك في مالك ودارك وطرب منه أن يدله على السوق يطرها يعمل إيه سيدنا عبد الرحمن بن عوف في السوق نستكمل يا حبيبي اعتمد اعتماده على نفسه رضي الله عنه اعتمد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه على نفسه وقرر أن يسعى للعمل قرر أن يسعى للعمل فذهب إلى السوق وبدأ يتاجر في اللبن والسمن فاشترى وباعا وربحا إلى أن صار من أكثر المسلمين مالا وظل هكذا فترة حتى كون ثروة حتى قيل عبد الرحمن بن عوف لو تاجر في الطراب لجعله زهبا من شدة ذكاء سيدنا عبد الرحمن بن عوف وتقواه وكرمه في البيع والشراء يبقى اعتمد إذن عبد الرحمن بن عوف اعتمد على نفسه ذهب إلى السوق وبدأ يتاجر في اللبن والسمن بدأ يتاجر فيه اللبن والسمن اشترى وباعا وربحا حتى صار من أكثر المسلمين مالا من أكثر المسلمين مالا طيب يا طرها يعمل إيه في هذا المال هل سيبخل به على الناس وعلى المسلمين والفقراء والمحتاجين أم ماذا سيفعل نستكمل كرمه وعطائه على قدر ما أغناه الله عز وجل كان يعطي وينفق في سبيل الله يبقى دي أيضا من فضائل سيدنا عبد الرحمن بن عوف احنا قلنا من فضائله كان من السابقين في الإسلام من فضائله أيضا هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة رقم ثلاثة كان يعطي وينفق في سبيل الله فكان من أكثر الصحابة كرما وإنفاقا وتواضعا ممكن لما أقول لك إيه ما فضائل عبد الرحمن بن عوف تقول لي يعطي وينفق في سبيل الله أو تقول الكرم والإنفاق والتواضع تمام دي أو دي شفت بقى سيدنا عبد الرحمن بن عوف عمل إيه باع أرضا بأربعين ألف دينار وأنفق مالها على فقراء المسلمين وعلى قومه وعلى أمهات المؤمنين هذه القصة في مسند أحمد الإمام أحمد حتى لقب بالغني الشاكر يبقى بما لقب عبد الرحمن بن عوف سؤال مهم جدا جدا ناخد بالنا منه بما لقب عبد الرحمن بن عوف الغني الشاكر الغني الشاكر ماشي تمام اذكر عملا يدل على كرم وإنفاق عبد الرحمن بن عوف نقول إيه باع أرضا بأربعين ألف دينار وأنفق مالها على فقراء المسلمين وعلى قومه وعلى أمهات المؤمنين أمهات المؤمنين اللي هن هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم نستكمل وفاته عاش عبد الرحمن بن عوف اثنين وسبعين عاما وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الغزوات وتحمل معه فترة الإيذاء في مكة وشهد له صلى الله عليه وسلم بأنه من العشرة المبشرين بالجنة هذا الحديث في سنن الترمذي ثم توفي بالمدينة عام واحد وثلاثين هجريا ودفن في البقيع وأوصى قبل موته بالتصدق بكثير من ماله في سبيل الله سبحانه وتعالى يبقى عبد الرحمن بن عوف عاش كم سنة اثنين وسبعين عاما اثنين وسبعين عاما من فضائله أيضا رقم أربعة من فضائله شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع الغزوات يبقى دي كده من الفضائل رقم كام أخذنا ثلاثة ودي أربعة من فضائله أيضا بأنه من العشرة المبشرين بالجنة يعني في حديث للنبي صلى الله دي كده رقم خمسة في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه عددا من الصحابة بأنهم في الجنة بأنهم في الجنة منهم عبد الرحمن بن عوف وأنا أجيب لك أسماءهم طبعا أسماءهم مش من المقرر علينا في الدرس ولكن معلومات ثقافية في الدين لكم أنتم تمام يا حبيبي يبقى سيدنا عبد الرحمن بن عوف عاش 72 عاما شهد مع النبي جميع الغزوات ممكن أقول لك مثلا إيه تخلف عبد الرحمن بن عوف عن غزوة بدر أو عن غزوة أحد عن عغز مؤتة أو أي غزوة من الغزوات الإجابة خطأ ليه؟ لأنه شهد جميع الغزوات يعني حضر مع النبي جميع الغزوات تحمل معه فترة الإذاء في مكة لما كان في مكة سيدنا عبد الرحمن بن عوف قبل الهجرة وهو من العشر مبشرين بالجنة توفي سنة كام؟ توفي سنة واحد وثلاثين هجرية دفن في البقيع دفن في البقيع توفي في المدينة البقيع دي منطقة لقبور كثير من كبار الصحابة والتابعين نذهب إلى الأنشطة ضع علامة صواب أو علامة خطأ أمام العبارات التالية مع التصويب كان اسم عبد الرحمن بن عوف قبل الإسلام عبد عمر الإجابة صحية ولا خطأ؟ الإجابة صحيحة تمام آخة صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين وأبي أيوب الأنصاري من الأنصار الإجابة غلط أم الأخة بينه وبين مين؟ بين سعد بن الربيع رضي الله عنهم جميعا نشاط أكمل كان عبد الرحمن بن عوف من نقط الذين سارعوا إلى الإسلام فكان نقط مسلم يدخل الإسلام كان من كان من إيه؟ السابقين الأولين السابقين الأولين الذين سارعوا إلى الإسلام فكان رقم كم؟ رقم تمانية فكان ثامن مسلم يدخل الإسلام عندما آخ صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع رضي الله عنهما قال سعد إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نؤط ونؤط أقسم لك إيه أقسم لك نصف مالي ونصف داري فقال عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في مالك ودارك وطلب منه أن يدلهوا على أحسنتم على السوق معلومات إثرائية يعني معلومة خارج الدرس لكن مهمة لنا طبعا العشرة المبشرون بالجنة هم العشرة دول اللي النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم جميعا في حديث واحد بالجنة أولهم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عثمان بن عفان رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه طبعا الأربعة الأوائل دول هم خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم تولى حكم المسلمين من أبو بكر الصديق خليفة رسول الله ثم بعده عمر بن الخطاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم بعده أمير المؤمنين عثمان بن عفان ثم بعده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا رقم خمسة من المبشرين بالجنة سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه سعيد بن زيد رضي الله عنه سعد بن أبي وقاسم رضي الله عنه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه نروح للأنشطة تخير الإجابات الصحيحة مما بين القوسين الذي غير اسم عبد عمر إلى عبد الرحمن هو أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب الرسول عثمان بن عفان مين اللي غير اسم عبد عمر وسماه عبد الرحمن هو الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم عبد الرحمن بن عوف متأخرا مبكرا قبل الهجرة بعد الهجرة طبعا مبكرا هنا عندنا قبل الهجرة يعني المقصود بها قبل الهجرة مباشرة لا دهو كان في أول شهور الإسلام أسلم مبكرا جدا رقم 8 موقف عبد الرحمن بن عوف من عرض سعد بن الربيع القبول إبل دعوته بأن يقسم له نصف ماله أن يقسم له نصف ماله وداره ولا الغضب ولا الدعاء له بالبركة في ماله وأهله ولا طلب منه القرضة منه يعني السلفة طبعا الدعاء الدعاء له بالبركة في ماله وأهله يظهر من تعامل سعد بن الربيع مع عبد الرحمن خلق الإيمان الإثار الحب كل ما سبق طبعا كل ما سبق لأنها كلها صفات تدل وتظهر ما يدفع له سعد بن الربيع رضي الله عنه سبب هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة السبب إيه الرغبة في السفر حب التجارة فتح مكان آمن للدعوة كسب المال فتح مكان آمن للدعوة فتح مكان آمن للدعوة يظهر في المؤاخات بين المهاجرين والأنصار خلق الأنانية الإثار الخمول الخوف خلق إيه خلق الإثار خلق الإثار لقب عبد الرحمن بن عوف ب الغني والشاكر ذنه رين الفاروق الصديق لقب ب الغني والشاكر تمامي حبيبي نستكمل ضع علامة صواب أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام غير الصحيحة تغير اسم عبد عمر إلى عبد الرحمن بعد الهجرة بعد الهجرة طبعا العبارة خطأ العبارة خطأ ده في أول الإسلام أو بعد إسلامه تمام قبل عبد الرحمن بن عوف المال من سعد بن الربيع العبارة بارة خطأ لم يقبل بل دعا له بالبركة تصدق عبد الرحمن بن عوف بالقليل من القافلة الكبيرة بالقليل لا تتصدق بها كلها بشر الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف بالجنة العبارة صحيحة كان عبد الرحمن بن عوف رجلا من الأنصار الذين عاشوا في المدينة رجلا من الأنصار لا طبعا عبد الرحمن بن عوف كان من المهاجرين تخلف عبد الرحمن بن عوف عن غزوة حنين غزوة حنين لغزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم العبارة خطأ ليه لأن احنا قلنا من فضائله أنه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع الغزوات كان عبد الرحمن بن عوف كثير المال والإنفاق في سبيل الله العبارة صحيحة شهد الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف بأنه من أهل الجنة العبارة صحيحة أجب عما يأتي بما كان يسمى عبد الرحمن بن عوف قبل الإسلام يسمى بعبد عمر ومن الذي يسمى عبد الرحمن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بمن أخى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف أخاه بمين بسعد بن الربيع رضي الله عنهما ما هي الصفات التي تعلمتها من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إيه الصفات اللي أنت ممكن تتعلمها من قصة سيدنا عبد الرحمن بن عوف ممكن نقول إيه الاعتماد على النفس إيه كمان الكرم والإنفاق في سبيل الله إيه كمان التواضع أذكر بعضا من فضائل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بعض من فضائله اللي احنا رقمناها مع بعض أول حاجة من السابقين الأولين في الإسلام رقم اثنين أكثر الصحابة كرما وإنفاقا في سبيل الله تلاتة شهد مع الرسول جميع الغزوات أربعة شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة متى وأين توفي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه متى توفي في سنة 31 هجرية وتوفي في المدينة وكان عمره 72 عاما وطبعا دفن في البقية وصلنا يا حبيبي إلى واجب الحصاب اكتبوا الإجابات في كراصتكم وبعد كده صوروا الواجب وابعتوها على جروب المعالي في التليجرام خمسة عربي ودين صوّب ما تحته خط كان اسم عبد الرحمن بن عوف قبل الإسلام عبد ود عبد الرحمن بن عوف من الخمسة المبشرين بالجنة كان عبد الرحمن بن عوف من الأنصار لقب عبد الرحمن بن عوف بذن ريم آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن عبادة إلى هنا يا حبيبي ناتي لنهاية داستنا أسأل الله تعالى أن تكونوا استمتعتم به لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد لدينا على القناة واضغطوا إعجابا وتعليقا دعما لنا لنستمر في نشر المزيد من الفوائد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته